بس انا بتساءل على شنو معاجبهم المجلس اكو مجلس طيع بتاريخ الكويت يقول يا جماعة احنا ما نبي استجوابات واجبر ومرغمين على فكرة انت ران صدمت انا برغبتهم باستجواب وزير النفط لان انا لما عملية دفع الغرامة تفاجأت فيها اول من صرحت انا قلت ابي اشكل لجنة التحقيق لان ادري ما اقدر استجواب ادري ادري ما يخلوني ما يخلوني كنت حلقل هذا اللي بقالنا لجنة التحقيق سؤال صغير اما استجواب بحد امرك لله هذا اللي باقي لنا كنتوا ممنوعين منه نعم طالعا بس انا صرحت يوم يومين اوه صار قطار الكل بيستجوب بيش السالفة يا اما يا ظلمة يا سرايين كلش يا اما ماكوا استجوابات يا اما الكل يبيستجوب نعم فما ادري يعني انا شلي صار فيبدو اننا عارفين ان الوزير سيستقيل سيستقيل وماشي ماشي فبالتالي عملوها مسرحية لتكلم بمحمد يعني عملوها مسرحية انا اقولك عملوها مسرحية كان المعيار الحقيقي لوجود مجلس غوي واستجواب وزير الداخلية ويعلمون تماما اخطاء وزير الداخلية واخطاء وزير الداخلية لا تقل عن خسارة المليارين دولار لان الفلوس تروح تجي لكن الامن اذا راح بعد ما يجيك مرة تانية اشتركوا في القناة